في المقابل جبت الخلاص والمعارضة ولكن عصبها الرئيسي جبت الخلاص توعدت في الحقيقة قبل 14 وجيشت لهذه المسيرة كيف تقيم حضورها دكتور شكري؟ هي المسيرة من ناحية الحضور الجماهير كانت حضور جيد وحضور ممتاز وكان حتى الزخم الثوري أحسسنا كل من شارك بشكل من الأشكال في ثورة 2010-2011 أحس يوم المسيرة ويوم المظاهرة بذلك الزخم وربما حتى تفائل الكثيرون أن تلك المسيرة ستؤدي إلى نتائج عملية لولا أنه كان هناك انقسام ونعرفه مسبقا انقسام في الشارع السياسي الذي يفترض أنه شارك في الثورة وأنه يريد أن يعيد البوصلة لهذه الثورة ويتجاوز الانقلاب لكنه حافظ على تشارذمه وتفرقه وحتى في التنصيق أو من ناحية التنظيمية لعملية المظاهرة هناك نوع من الضعف الذي ربما لو كان التنصيق والتنظيم أفضل كانت يمكن أن تؤدي نتائج أكثر ورغم ذلك هي إيجابية جدا وأعادت الزخم الثوري وسيكون لها نتائج بإذن الله ولكن رغم ذلك أستاذ رذا على أقل حتى من داخل أنصار جبهة الخلاص الوطني والرافذين والمقاومين والمناهذين لهذه الانقلاب يقولون أن تواتر هذه المسيرات ربما تربح نقاط مقابل هذه السلطة ولكن أن ترفع شعارات إسقاط النظام ثم بعد ساعتين تعود أدراجك هذا قد يعني يؤدي إلى فتور شيئا ما تقييمكم الأمر بعض النقاط على بعض البروف في الأنظمة الديمقراطية التي العريقة نقول التي فيها تجربة وقوى سياسية ناضجة مثل مثل النظام السويسري أو النظام الأمريكي أو غيره مسيرة مثلتي وقعت في تورس في 14 جنبية 2021 و23 من شأنها أن تغير حكومات ولكن نحن لسنا في هذا النصق نحن في بلد يعيش تجربة ديمقراطية حديثة جدا ومتعثرة واستطاعت القوى يعني الثور المضادة أن تعيق هذه المسيرة وأن تخرج حتى القطار عن مسيرته وفي بلاد مثل بلادنا نحن ما تكلش المسيرات المنظمة من طرف الشارع السياسي ربما توظيفها السلطة وتوظيفها يدكورها الديمقراطية بعضهم يقول هكذا هو الشارع السياسي شيء وشارع الثوري الشعبي شيء آخر نحن في بلاد مثل تونس أن الحقيقة الذي جلب الانتباعي في 14 جنبية 2022 ومختلف عن 14 جنبية عفوا 23 مختلف عن 22 هو أن هناك وجوه من الشعب التي كانت حاضرة وكان نوعية الحماس خاصة عند كسر الحواجز الأمنية والدخول لشارع حبيب برقيبة شارع الثورة كان بوجوه مختلفة تماما عن تلك الوجوه التي كانت في 22 في 22 كان حقا المسيرة منكونة من طرف من قوى السياسية معينة والناس كانت ناس من الثقفة والناس كم يقولوا إحنا عندهم عمر معين ومن شريحة عمرية معينة وغير ذلك لكن في 2023 هناك عنصر جديد جدا مهم وإذا لم يستطع قيل سعيد أن يقرأه فهو في كارثة عقلية من لاحظة الصورة لست أدري أن اسمحي سيد رضا يعني في هذا الفيديو الشباب يعني يتحلقون لا وليك الشباب غير مستسيس الشباب منطق متاعه وكلامه ليس كلام أحزاب وليس كلام الناس كم يقولوا إحنا من طبق السياسية معينة ناس جاي من الشارع التونسي وهذا هو الخطر يكمن ضد النظام أظن أن الذين يقرؤون هذه المسيرة من الناس العقلاء من الدولة العميقة لأنه أقول أن السيد فقال سعيد إذا هو الآن ما زال في السلطة فليس سبب بسيط جدا هو أن القوى الصلبة داخل الدولة الأمنية والعسكرية والإدارية ما زالت محتجته لنعدام البديل هو بشكله بآخر والآن الملف السيد فرجاني هو مستشار ووزير للرئاسة أنا أعتقد وهو رجل وطني أعتقد أن الملف الطبي للسيد فقال سعيد جاهز والأمر فقط أنه لا يستطيعون أن يبدلوا ما ألم يلقوا ما آخر هو هناك مشكلة حقيقية في تولس كانت في المسارة البديل لأنه هم يحبوا بديل من غير النهضة بديل من دون الإسلام السياسي بديل غير ثوري يحبوا بديل باهت مثل البديل الجزائري مثل البديل المصري يضمن لهم تحقيق المصارح القديمة ترجمة نانسي قنقر